طيب النهاردة احنا بنتكلم في الثلاث والمباراة يوم الخميس ففي خلال الثمانية واربعين ساعة الاخيرة ديت هبنتكلم على ملحمة كبيرة جدا لجماهير النادي الاهلي في المنديال للحصول على تذاكرة المباراة بعد حجزها من خلال سيستم الالاين للاتحاد الدولي فيفا وبيتم استلام التذاكرة خلال اللحظات اللي بكلمكم فيها دلوقتي وعلى اساسها وانت بتستلم التذكرة بتعمل مسحة طبية عشان الحالة الطبية بإذن الله في المباراة يوم الخميس القانون عشان كل الناس اللي هتكون موجودة في المباراة تكون ان شاء الله بإذن الله ما عندهاش أي مؤشرات للإصابة بفيروس كورونا دعونكم هذه اللقطات الحصرية على شاشة قناة النادي الاهلي من كأس العالم بل الأندية الجماهير موجودة في قاعة المتمرات عشان استلام التذاكر بتجري مسحة طبية أيضا كمان عشان لما تيجي تدخل المباراة تكون كل إجراءاتك مصبوطة عايز أقول لكم يعني حضور كبير جدا لجماهير النادي الاهلي وزي ما أنتم شايفين الجمهور خلاص بعد ما استلم التذكرة وعمل المسحة وهيعرف النتيجة بالتأكيد إن شاء الله يكون الجمهور الأهلي موجود وجاهز لمباراة يوم الخميس بإذن الله عايز أأكد كمان على جزئية مهمة جدا أي شخص تعرض للإصابة بفيروس كورونا وحجز تذكرته مش هيعمل المسحة أي شخص خد اللقاح طبعا لفيروس كورونا وخد التطعيم لفيروس كورونا وحجز التذكرة يقدر يدخل المطش من غير ما يعمل المسحة المسحة بس للأشخاص اللي هما لم يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا من قبل أو اللي ماخدوش التطعيم أو اللقاح في هذه الإصابة أو هذا الفيروس إجراءات طبية على أعلى مستوى بيتم في هذا الشأن والتذاكر الحمد لله يمكن نقدر نقول بنسبة 100% نفذت بالكامل ورغم إن الساعة هتكون في مباراة الدحيل والأهلي على السادي المدينة التعليمية حوالي 13600 متفرج لكن من المتوقع إن شاء الله أن جمهور الأهلي في هذه المباراة قد يتخطى العدد في حضور بنتكلم في حضور مثلا 10.000 أو أكتر قليلا وإن شاء الله بنت نلاقيكم فيه عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي في كل المباراة بخلاف هذه المباراة فيه جمهور حجز حتى كمان مباراة أخرى بس بينتظر إن شاء الله تأهل الأهلي للأدوار التالية عشان يكون فيه حضور جمهوري في كل المباراة ومؤذرة الأهلي في هذه البطولة الكبيرة